السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام في هذا البرنامج يمكنني من القيام بمجموعة من التعديلات على الفيديوهات التي أقوم بالاشتغال عليها فسوف نتعرف على وجهة البرنامج هنا عندنا أكوي من هنا نضيف الفيديو أو الصور التي نريد الاشتغال عليها نضغط عليها ثم نجد الصور أو الفيديو الذي نريد الاشتغال عليه ثم تلاحظون يظهر عندي هنا على اليمين إضافة يمكنني أن أضيف بعض المقاطع الموسيقية كما تلاحظون مثلا إذا كانت عندي مجموعة من الصور أضيف لها مثلا مقاطع موسيقية هنا عندنا أيضا إذا أردت التعليق على فيديو أو مجموعة من الصور يعني مجموعة من الصور أضيف لها تعليق مثلا كما تلاحظون أضغط على ان روجستري وأبدو التعليق وأضيف الصوت على هذه الصور أيضا هنا عندنا تذخ يعني إضافة بعض الكتابات على الصورة مثلا عندي صورة سوف أضيف عليها كتابة هنا كما تلاحظون فسوف تظهر على الصورة أيضا عندنا إضافة ليجند أيضا جينيغيك يعني في نهاية الفيديو كل هذه إضافات يعني فقرات أقوم بكتابتها تظهر على الفيديو أو على النصوص هنا عندنا بداية الفيديو يعني كيف أريد أن يظهر الفيديو كما تلاحظون عندي مجموعة من الأمثلة يمكن الاعتماد عليها كما تلاحظون مجموعة متأتراز ثم عندنا في هذا المكان مثلا إذا كان الفيديو بشكل مقلوب يمكنه بفوطي يعني أنعيده إلى الشكل الذي أريده ثم سيبخيمي ثم هنا عندما أنتهي من العمل سوف أقوم بتسجيل العمل غالبا أقوم بتسجيله بصيغة يوتيوب حتى حجم الفيديو يكون حجمه صغيرا أيضا عندنا أنيمسيون أنيمسيون يعني كيفية ظهور الصورة مثلا أو الفيديو الانتقال من جزء إلى جزء كيف يتم الانتقال عندي مجموعة من الاختيارات الجميلة مجموعة من الاختيارات الجميلة كما تلاحظون يعني يكفي أن أضغطها في المكان الذي أريده أن يكون فيه هذا الأنميسيون ثم يظهر في هذا المكان أيضا عندنا التوقيت يعني التوقيت للهذا الأنميسيون مجموعة من التغيرات والمظاهر كما تلاحظون أيضا عندنا إفئة فيزيويل عندنا بروجي يعني هنا متعلق بالصوت إذا كان عندي صوتان يعني جوجل الأصوات من قدر نتحكم فيهم من هنا شكل ما أريد أن يكون مرتفعة شكل ما أريد أن يكون من خارج هنا بالنسبة لأفئة شارج أيضا هنا عندنا إديسيون هذه متعلقة بالتقطيع مثلا إذا أريد أن نقطع الفيديو مثلا واحد الفيقرة مثلا معجبة نيج كما تلاحظون كما تلاحظون تلاحظون هنا مثلا كما تشغل الفيديو إذا في هذا المكان نقطع إذا في هذا المكان نقطع بعد أن نضيف واحد شوية أو ثاني كما تلاحظون هذا الجوز هذا اللي يريد أن نقطع وكما نضيف له كوبة أو سيبريميوم الكلافية وكما تقطع هذا الجوز هذا اللي يريد إذا فهو برنامج سهل الاستعمال للمتدئين ويمكن الاشتغال به وإنجاج فيديوهات جميلة وإضافة صور والتعاليق على الفيديوهات وعلى الصور أيضا وبنسبة لطريقة يعني إنزال الفيديو نأتي إلى هنا أنغوجستخي الفيلم ثم نضغط على يوتيوب ثم أقوم بأنغوجستخي أختار الملف الذي سوف ينزل فيه الفيديو وبالتوفيق للجميع إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم